فوبيا الأمطار والعواصف والرعد والبرق يبدو هذا النوع من الرهاب أو الخوف غريبا نوعا ما لكنه واقع يصيب البعض مع سماع صوت زخات المطر أو الرعد مختصون شرحوا للقبس الإلكتروني هذا النوع من الفوبيا الفوبيا من الأمور هذه مثل الأمطار والعواصف فعلا هو شيء طبي موجود وفعلا يعني دراسات وأبحاث موجودة تدل على أنه فعلا فيه الكثير من الناس ممكن يعانون من هذا النوع من الفوبيا وهو مثل مثل أي نوع من أنواع القلق والتوتر اللي ممكن تحوش الإنسان مثل ما فيه إنسان يخاف من القطط مثل تكرم من الكلاب كذلك ممكن يخافون من المصاعد مثلا الأماكن المغلقة ممكن يخافون من العواصف والأمطار والبرق والأشياء هذه كلها الشخص اللي عنده فوبيا من أي نوع كان يفضل أنه هو يراجع أخصائي يعالج هذا الأمر اللي هم الأخصائيين لعلاج النفسيين الموضوع يحتاج جلسات متعددة في العلاج الذهني السلوكي لما ألاحظ أن هذا الشخص خوفه مبالق فيه من الظواهر الجوية المصاحبة للمطر أيضا أمور مصاحبة هلع شديد هذه كلها هنا نبدأ نشتقل على حالة من الفوبيا نبدأ نشتقل على الأفكار شون أبدأ أنا أقعد مع هذا الشخص يكون هو محتاج لعلاج محتاج لجلسات علاجية أبدأ أشتقل معه بالتدرج أني أشتقل أغير أفكاره من إله وهل يعاني المواطنون من الفوبيا المرتبطة بالأمطار والرعد والبرق؟ والله يعني ما حلوة الإسواقي بالمطار ما أشوفني فيني فوبيا الحمد لله من أسوق بالمطار أو الضالية أنا أخاف من المطار يعني فيني فوبيا من المطار تماشر خير في المطار يعني المطار خير من الله ليش نخاف مني؟ الأمطار اللى أنزلت نفس ترتاح أمين عندي فوبيا من المطار وقonnerا أمين لا أحب أسوق سيارتي في مطار بالعكس المطار شي حلو I'll be¿ahada بالأكس المطر خير الواحد يتوال فيه ما عندي فوبيا من المطر نهائيا ما عندي فوبيا من المطر وعادي أسوق في المطر